اشتركوا في القناة عليكم الرسالة التي وردتني قبل مدة من الزمن من إحدى الأخوات الفاضلات لا أريد أن أعيد الكلام الذي ذكرته في الحلقة الماضية كي أن تفع من وقت هذه الحلقة النقطة الواضحة لكل من يقرأ الرسالة التي قرأتها عليكم وهي مشحونة بالأحاديث والروايات المنقولة عن كتبنا الحديثية الأصلية المعروفة الواضح والواضح جدا هناك انتقاص للمرأة هناك توهين للمرأة هناك ظلم للمرأة بل هناك تعذيب حينما كان الحديث عن الجوع والعري هذا مر علينا بحسب منهج السقيفتين وإنني أسلط النظر بشكل أخص على سقيفة بني طوسي على حوزة النجاف بحسب منهجها فإن كل الإشكالات التي تثار على هذه الروايات والنصوص ثابتة ولا يستطيعون الفرار منها إلا بالضحك على أنفسهم والضحك على الآخرين من خلال الرجوع إلى الأسانيد وتضعيفها وهذه ألعوبة هذه ألعوبة هذه ألعوبة في نفسها ومخالفة لمنهج القرآن في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا هذا هو منهج القرآن لا علاقة للقرآن بالأسانيد القرآن يوجهنا إلى المتون فحينما يذهبون إلى الأسانيد إنهم يخالفون منهج الله هم يتبعون منهج البخاري منهج سقيفة بني ساعدة في البحث عن الأسانيد لا شأن لنا بهم بحسب منهج الله فإن الإشكالات ستكون ثابتة ولا يستطيعون أن يتخلصوا منها لماذا؟ لأنهم يتمسكون أولاً بقاعدة الظهور العرفي ويعتقدون ثانياً بأن مرحلة التنزيل لا زالت مستمرة لم تنسخ مثلما هي قواعد دين العترة الطاهرة ويصرون على أن البيان قد انتهى على تمامية البيان بحسب كل هذا فإن الإشكالات ستبقى ثابتة ولا يستطيعون أن يتخلصوا منها والإشكالات جميعاً يجمعها أن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة كاملة أم خلقها ناقصة ومراد من الكمال هنا الكمال النسبي فكل مخلوق فيه جهة جهة كمال وفيه جهة نقص فيه جهة نقص من حيث هو مخلوق ومن حيث رتبته بين المخلوقات وهو كامل من حيث أنه قد خلق بنحو كامل بما يناسبه الله سبحانه وتعالى خلق الرجال كاملين وخلق النساء كاملات الرجال بحسبهم النساء كذلك بحسب منزلتهم وأنا هنا لا أفرق بين كمال الرجال وكمال النساء لأن الله خلق الإنسان بمستوى واحد والإنسان عنوان للرجل والمرأة أعود إلى ما قلته قبل قليل الله سبحانه وتعالى هل خلق المرأة كاملة كما خلق الرجل أم خلقها ناقصة نحن لا نعترض على الله إذا كان قد خلق المرأة ناقصة لكن القرآن لا يقول بهذا الله لا يقول من أنه خلق المرأة ناقصة لكنه لو خلقها ناقصة فإننا لا نعترض على الله سبحانه وتعالى لكن الذي قد تحقق على أرض الواقع أن الله بحسب قرآنه خلق المرأة كاملة فأعود إلى كلامي إذا كان الله خلق المرأة كاملة إذن لماذا هذا التنقيص والتوهي وإذا كان قد خلقها ناقصة فلماذا يعاب عليها فإن الله قد خلقها هكذا فأين ستذهب الحوزة الطوسية مع كل الإشكالات التي تثار على تلك النصوص بحسب منهجها العاثر بحسب منهجها الخائب الذي يتبنى مفردات منهج النواصب من الظهور العرفي إلى استمرار مرحلة التنزيل إلى تمامية البيان في منهج العترة الطاهرة فإن الأمر مختلف جدا فهناك المعاريض ما المراد من المعاريض في الحلقة الماضية بينت لكم معنى الظهور العرفي لكنني ما بينت معنى المعاريض ما المراد من المعاريض في منهج العترة الطاهرة لا نعمل بالظهور العرفي إلا بحسب ما تسمح به المعاريض نحن لا نرفض الظهور العرفي مطلقا وبينت معنى الظهور العرفي الرجوع إلى القواميس الرجوع إلى الثقافة العرفية بينت هذا المعنى لا أريد أن أعيده المعاريض نظام في التعبير وأسلوب في الصياغة اللغوية يستطيع كل شخص أن يبتكر نظام معاريض له ونحن لا نتحدث عن الجميع نتحدث عن العترة الطاهرة فهم قد نظموا كلامهم وحديثهم وفقا لهندسة معينة هذه الهندسة لن يستطيع الإنسان أن يتواصل معها ما لم يعيش أجواء ثقافتهم ما لم يحفظ حديثهم بحسب شرائطهم ما لم يدقق النظر ثكرا وفهما ودرسا وتحقيقا فيما ورد عنهم صلوات الله عليهم وخلاصة القول إنه قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط وهذا الكلام ذكرته كثيرا وكثيرا 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 الأئمة يتحدثون وفقا لهذه الهندسة التي حدثونا عن خصائصها وبينوا لنا أسرارها وهذا الموضوع حدثتكم عنه كثيرا في طوايا برامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية أنا لا أريد أن أفصل القول في هذه المسألة فإن الكلام يطول في بياني معاني مفرداتها في منهج العترة لا نعمل بالظهور العرفي إلا بحسب ما يسمح نظام المعارض ونعتقد بأن مرحلة التنزيل قد نسخت ومن أننا في مرحلة التأويل التي بدأت منذ بيعة الغدير ويترتب على هذا أن البيانة يكون متحركا بالضبط مثل ما يحدثنا أئمتنا عن قرآنهم من أنه يجري مجرى الليل والنهار مجرى الشمس والقمر كذلك حديثهم خصائص قرآنهم تتوفر في حديثهم وهم الذين بيّنوا لنا هذه الحقيقة من أن خصائص القرآن تتوفر في حديثهم ولذا فإنهما لن يفترق حتى يرد على رسول الله على الحاوض فخصائص القرآن هي خصائص الحديث وخصائص الحديث هي خصائص القرآن إنني أتحدث في ضوء ثقافة العترة الطاهرة له شأن لي بما تتبناه السقيفتان إنهما سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف إنها سقيفة المرجعية والحوزة وما يجري على خشبة المسرح من قباحات أما ما يجري في الكواليس فهو الأقبح والأقبح والأقبح وهذا الأمر يجري على الشيعة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة باتفاق مع العباسيين حيث أسس مذهبه اللعين دين العترة الطاهرة وضع جانبا ونشر الطوسي والذين جاءوا من بعده المذهب الطوسي الضال هذه المطالب تقدم الحديث بخصوصها نبقى نحن وما يرتبط بموضوع الحلقة جهة مهمة لم أتمكن من ذكرها في الحلقة الماضية لا بد أن أتحدث عنها في هذه الحلقة المتاهة الشيعية بسبب المتاهة الشيعية فلم يتحقق فهم صحيح لآيات القرآن لآيات القرآن ولأحاديث العترة الأحاديث التي قرأتها في الرسالة في الحلقة الماضية هذه أحاديث الأئمة ربما نقل البعض منها بالمضمون ولكنها أحاديث الأئمة بعضها جاء بلفظ الإمام وبعضها جاء بالمضمون الذي تحدث عنه الإمام هذه أحاديث الأئمة إنني لا أنكر منها حديثا واحدا هذه أحاديث الأئمة ويوجد عندنا في الأحاديث ما هو أشد في المضامين وأقسى هذه أحاديث الأئمة والشيعة عملوا بها هذه حقيقة لا يمكن إنكارها لكن الكلام هنا هل هذه الأحاديث تبقى مضامينها حاكمة على الواقع الشيعي إلى يوم القيامة الجواب كلا هذه الأحاديث ككثير من الأحاديث جاءت في سياق استثنائي وهذا الاستثناء له أسبابه وله مبرراته الذي يعترض الآن على مضامين هذه الأحاديث وهو محق محق وأنا أيضا أعترض على مضامينها إنما نعترض لأننا في زمان يختلف عن الزمان الذي نسجت تلك الأحاديث لأجله هناك ثقافة كانت شائعة وكانت مستقرة في العقول والأذهان عند الرجال والنساء على حد سواء المشكلة لا هي في الرجال ولا هي في النساء الرجال والنساء ربوا على ثقافة انتقلت عبر الأجيال هذا هو البرنامج الإبليسي الذي بدأ يتحرك بشكل فاعل منذ أن قتل قبيل هابيل الحكاية طويلة وعريضة جدا المتاهة الشيعية في أجواء المتاهة الشيعية تضاعف التيه بقاء هذه المضامين وبنحو لا تستطيع الحوزة الطوسية أن تفسر ورود هذه الأحاديث عن الأئمة المعصومين بسبب منهجها الضال وبسبب المتاهة الشيعية نحن في متاهة شيعية مركبة معقدة أئمتنا حدثونا عن ملامح هذه المتاهة هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه ما بقي منه ما بقي من تفسيره الشريف مع التحريف والتصحيف طبعة ذوي القربى الطبعة الأولى قموا المقدسة إنها رواية التخليد والتي دائما أتحدث عنها وسأبقى أتحدث عنها لأن الرواية هذه تضع لنا حلا واضحا صريحا للواقع الشيعي وتكشف لنا الحقيقة في صفحة الرابعة والسبعين بعد المائتين الرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة إنها رواية التخليد المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن مراجع الشيعة زمان الغيبة الطويلة عن المراجع الكذابين الذين قد ضلوا وأضلوا الشيعة معهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة البعض تشير إلى القلة وماذا يفعلون بعد ذلك يضيفون إليه إلى هذا البعض أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا لا أريد أن أقف طويلا عند الرواية فقد شرحتها كرارا ومرارا إذا أردنا أن نحول هذا الكلام إلى الأرقام فإنهم يتعلمون بنسبة عشر بالمئة ويكذبون مع العشرة بالمئة بنسبة مئة وعشرين بالمئة الكلام هو الذي يقول هذا ثم يضيفون إليه أضعافه الأضعاف أقلها ثلاثة وأضعاف أضعافه وكذلك يضيفون الأضعاف إلى الثلاثة الأضعاف الأولى ثلاثة والأضعاف الثانية تسعة إذا حولنا إلى النسبة المئوية فإن الأكاذيب ستكون بنسبة مئة وعشرين بالمئة إلى عشرة بالمئة ماذا يبقى من الصدق ماذا يبقى من الحقيقة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوه هذا هو الذي يجري بالضبط في النجف وكربلاء منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة اللعينة في النجف لو كان الكلام غير هذا إذن لماذا لا يستطيع المنهج الطوسي الحوزوي في النجف أن يقف في مواجهة الحقائق لماذا إذا ما واجهته الحقائق ذهب إلى المنهج الشيطاني حينما يكون الكلام عن الأحاديث والروايات ذهب إلى منهج الشياطين إلى منهج الأسانيد الذي يختلف اختلافا بالكامل مع منهج القرآن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين فالقرآن لا يعبأ بالسند إنما يعبأ بالمتن والكلام واضح وهذه الموضوعات تحدثت فيها كثيرا لكنني أضطر لذكرها كي أستطيع أن أبين المطلب الذي بين يدي فيتقبله المستسلمون من شيعتنا هؤلاء استسلموا للمراجع الضالين وهذا هو حال الشيعة في أيامنا هذه وفي الأيام الماضية وفي الأيام القادمة هذا هو حاله بالضبط مثلما يتحدث عن هذه الحقيقة كمال الحيدري في الوثيقة الديخية أتحفونا بها رجاء لا أجيب الأسماء واحد قال لي أدى على شنو مستعجب على شنو مستعجب قل لأخر بابا ما توصل النوبة إلي قال توصل أطمئن تركبهم يعني بش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأعلام أرخبت خمسة قل يلا مستعجب مش داها قولنا تركب يعني خلاغة أهمي شني كما تقول خلاغة أهمي جميع تبقى لهم وكان حالة أسماء فقوش ديخ تعرف فقوش ونص عباردة كنا على أتحفو وكلكم تعرفونا لأنه ما لتأجيب الأسماء عربدة قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ شوش لا معلم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة هؤلاء الشيعة الحمير بحسب مراجع الشيعة هؤلاء الشيعة الحمير المراجع هكذا بالنسبة إليهم إمامنا الصادق يقول من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء أضروا من شمر أضروا من حرمنا ولكن الشيعة الحمير يعتقدون أن الهداية وأن الدين وأن العلم عند هؤلاء من الآخر أقولها لكم هؤلاء الذين يقالوا لهم علماء الدين لا عندهم علم ولا عندهم دين أتحدث عن علم العترة الطاهرة وأتحدث عن دين العترة الطاهرة الذين يقالوا لهم علماء الدين يفتقرون إلى العلم ويفتقرون إلى الدين يفتقرون إلى علم العترة الطاهرة ويفتقرون إلى دين العترة الطاهرة هؤلاء عندهم علم ناصبي وعندهم دين ناصبي ولذا فإن إمامنا الصادق هكذا يقول وهؤلاء علماء السوء الناصبون لأن علمهم ناصبي ولأن دينهم ناصبي وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون يشبهون على الشيعة المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون ماذا يصنعون بالشيعة؟ يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم هؤلاء الضعفاء ما هم ضعفاء الأبدان هؤلاء ضعفاء العقيدة هؤلاء ضعفاء الثقافة الأصيلة أتحدث عن ثقافة العترة هؤلاء ضعفاء العقول لأنهم سلموا واستسلموا وجعلوا عقولهم متفونة تحت ركام الثقافة الناصبية تلك الثقافة التي شحنها مراجع النجف في العقل الشيعي وهؤلاء علماء السوء الناصبون من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل لا يوجد استثناء لأن الجميع على منهج واحد لا نستطيع أن نستثني أحدا منهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب هذه جهة من جهات المتاهة الشيعية وجهة ثانية يحدثنا عنها الكلين في الكافي في الجزء الأول إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثمانين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الحادي عشر بسنده بسند الكليني عن مفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول يحدث المفضل بن عمر والمفضل كوفي عراقي ولترفعنا اثنة عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي هذه الجهة الثانية منذ أيام المعارضة وهذا المعنى نحن نعيشه أنا لا أريد أن أحدثكم عن مذكراتي لكنني أتحدث هذا لأجل أن أقرب لكم الفكرة إنني في أجواء المعارضة السياسية منذ صغري منذ سنة 1976 ميلادي أعرف أسرارها وتفاصيلها بالكامل منذ سنة 1976 وأنا فرد من أفراد المعارضة الدينية الشيعية السياسية في العراق حينما كنا مخدوعين قبل أن نخرج من العراق كنا نتصور أن التشكيلات السياسية تشكيلات علوية حسينية مهدوية إلى النخاع وتبين بعد ذلك أننا كنا مضحكة فإن الأمر يتناقض مع كل هذا التصور تناقضا تاما تاما بتمام ما لهذه الكلمة من معنى هذا الوصف ينطبق على مجموعات المعارضة منذ أول يوم من تشكيلها في سوريا أو في إيران أو في شمال العراق في كردستان أو في لندن هنا أو في الولايات المتحدة الأمريكية فهذه الأماكن التي تشكلت فيها المعارضة العراقية سوريا إيران شمال العراق المملكة المتحدة بريطانيا الولايات المتحدة هذا الوصف الذي جاء في الرواية هذه ينطبق على المجموعات الشيعية الدينية السياسية المعارضة منذ أول لحظة من تشكيلها وإلى هذه اللحظة وصار حالهم أسوأ بعد أن صاروا حكاما ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة هذه الرايات المشتبهة ترتبط بهؤلاء المراجع الذين وصفهم الإمام الصادق وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون هذه الرايات هي هذه المضامين التي تتحدث عنها رواية التقليد قال المفضل فبكيت فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله هذه كنية المفضل الإمام يتحدث مع المفضل فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله فقلت جعلت في ذاك كيف لا أبكي وأنت تقول اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي اختلط الحق والباطل قال وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس فقال أبينة هذه الإمام يتحدث عن الشمس فقلت نعم قال أمرنا أبين من هذه الشمس الحديث عن المتاهة فهناك متاهة من جهة المرجعية هؤلاء الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وهناك متاهة الرايات متاهة التنظيمات السياسية المتاهة في جميع الاتجاهات وليس في اتجاه واحد هذه هي المتاهة الشيعية والتي تعمق الضلال وتؤكد الإشكالات أتعلمون أن هذا سيدفع الكثير من المثقفين ومن الأكاديميين في قادم الأيام إلى اعتناق دين الجندر لأنهم يجدون أن الجندر ينصف المرأة بينما دين النجف يلحق ما يلحق بها من التوهين والتنقيص وسبب في المنهج الضال للذي هم عليه لا يضحكون عليكم بكلام إنشائيين نحن نتحدث عن نصوص نتحدث عن معطيات ووثائق هذا الأمر يمكن أن يضحك به على الدخيين أما على الأكاديميين الذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة لا يستطيعون في النجف أن يضحك عليهم إن كانوا من الرجال أو كانوا من النساء نذهب إلى فاصل هذه المتاهة هي المتاهة التي تحدث عنها أمير المؤمنين في خطبة خطبها في المدينة المنورة بعد فتن السقيفة وما جرى من الصحابة الضالين هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات في الصفحة السابعة والخمسين إنه الحديث الثاني والعشرون هذه الخطبة تبدأ من هنا موطن الحاجة في الصفحة التاسعة والخمسين ماذا يقول أمير المؤمنين في خطبته وهو يتحدث مع الشيعة ولعمري ولعمري ليضاعفن عليكم أتيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل ولعمري الإمام هنا يقسم هذه صيغة قسم ولعمري ليضاعفن وهذه لام التأكيد وهذه نون التوكيد المثقلة ليضاعفن عليكم أتيه من بعد أضعاف وهذا مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل لتأكيد المعنى لقد حشد أمير المؤمنين في كلامه هذا كلما يمكن أن يحشد من توكيد في الكلام ولعمري هذا قسم والقسم للتوكيد فإن أمير المؤمنين لا يحتاج إلى القسم لإثبات صدقه فنحن لا نكذب أمير المؤمنين حينما يقسم أمير المؤمنين إنه يؤكد الكلام يشعرنا بأن الكلام مؤكد ولعمري ليضاعفن هذه لام التوكيد وهذه النون المثقلة المشددة هي عبارة عن إشارتين من إشارات التوكيد هناك النون المخففة فتلك إشارة وهذه النون المثقلة إنها تعبر عن إشارتين من إشارات التوكيد ولعمري ليضاعفن عليكم التي حتى هذا التقديم أتحدث عن تقديم الجار والمجرور التي في أصلها مفعول به وهنا جاءت نائب فاعل حينما قدم الجار والمجرور على نائب الفاعل الذي هو في الأصل مفعول به فهذا يشير إلى تأكيد المعنى وتعميقه أكثر هذا نوع من التخصيص وهو تأكيد ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل وهذا مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل قد يقول قائل من أن الأضعاف هنا تأتي تمييزا والكلام يبقى هو هو إلا أن السياقة يؤدي إلى أن تكون هذه الكلمة أضعاف في مقام المفعول المطلق لتأكيد مضمون الفعل المتقد وَلَعَمْرِي لَيُضَاعَفَنَّ عَلَيْكُمُ الْتَيْهُمِ مِنْ بَعْدِي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل هذا هو التيه الذي حدثنا عنه إمامنا الصادق في رواية التقليد إنه إنه أتيه بسبب مراجع التقليد وهو هو التيه الذي بكى بسببه المفضل بن عمار بسبب الرايات التي لا يدرى أي من أي اختلط حقها بباطلها الكلام لا يقف عند هذه النقطة الغيبة للنعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في صفحة السادسة والثلاثين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الأول بسنده بسند النعماني عن إمام إمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه إن قائمنا إذا قام دعى الناس إلى أمر جديد ومر هذا الكلام علينا في الحلقة الماضية لأنه سيخرج لنا المثال المستأنف إن قائمنا إذا قام دعى الناس إلى أمر جديد كما دعى إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغربة متى تتركز غربة الإسلام تتركز غربة الإسلام في غيبة الإمام وتتركز في الغيبة الطويلة بنحو أشد مما كانت عليه الأوضاع زمان الغيبة الخصيرة فزمان الغيبة الطويلة هو زمان غربة الإسلام وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغربة هذا الإسلام غريب من جعله غريبا السقيفتان السقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي هاتان السقيفتان نفت الإسلام إلى مكان بعيد وكل سقيفة جاءتنا بدين مزيف عودوا إلى برنامج الخاتمة وإلى مجموعة حلقات صولة القمر كي تطلعوا على تزييف السقيفتين كي تعرفوا كيف زيف الدين ولم يبقوا من دين محمد وآل محمد شيئا هذا دين شيطاني محت دين شيطاني خالص هذا هو معنى أن الإسلام سيكون غريبا غربة الإسلام بسبب غربة الإمام بسبب أن السقيفتين أخرجت دين محمد وآل محمد من واقع هذه الأمة كل سقيفة بحسبها وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء طوبى للغرباء الذين عقائدهم غريبة غريبة عن عقائد السقيفتين طوبى للغرباء الذين دينهم غريب غريب لو كان دين النجفي دين العترة الطاهرة هل كان إمامنا الباقر يتحدث عن غربة الإسلام لأن الإسلام غريب في النجاف لأن الإسلام غريب في الوسط الشيعي حينما يطرح إسلام العترة الطاهرة على سبيل المثال عبر هذه القناة يقولون هذه القناة ماسونية لماذا لأنها تطرح إسلام العترة هذه هي غربة الإسلام إسلام العترة يطرح من لندن أما الإسلام الذي يطرح في النجاف هو إسلام العباسيين هذه هي الغربة غربة الإسلام هي هذه وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغربا وماذا نقرأ أيضا في غيبة النعماني في الصفحة السابعة بعد المئتين في الباب الثاني عشر إنه الحديث الأول بسنده بسند النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما بويع لأمير المؤمنين بعد مقتل عثمان صعد المنبر وخطب خطبة ذكرها ذكرها الإمام الصادق لكن يعقوب السراج وعلي ابن رئاب ذكر لنا مقطعا مما ذكره إمامنا الصادق وإلا فإن الإمام الصادق قد ذكر الخطبة بكاملها لكن يعقوب السراج وعلي ابن رئاب ذكر لنا مقطعا من خطبة أمير المؤمنين لما بعد مقتل عثمان صعد المنبر وخطب خطبة ذكرها الإمام الصادق يقول فيها يقول فيها من أمير المؤمنين ذكرها ذكرها الإمام الصادق يقول فيها يقول فيها أمير المؤمنين ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها بعد الفتن التي جرت منذ خلافة أبي بكر إلى مقتل عثمان ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه مثل ما تصف أحاديث البخاري وأحاديث مسلم من أن الصحابة من المهاجرين والأنصار رجعوا على أدبارهم القهقرة هذه أحاديث البخاري ومسلم نكسوا على أعقابهم ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله والذي أمير المؤمنين هنا يقسم والذي بعثه بعث محمداً صلى الله عليه وآله والذي بعثه بالحق الإمام يقسم هنا لا لأجل أن نصدقه وإنما لأجل أن يؤكد المعنى والذي بعثه بالحق لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةِ أيضاً هنا لام التوكيد ونون التوكيد المثقلة مثل ما مر علينا في خطبته التي قرأت ما قرأت عليكم منها من الجزء الثامن من الكاف الشريف والذي بعثه بالحق لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةِ وَلَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةِ أيضاً لام التوكيد معنون التوكيد المثقلة حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم وليسبقن سابقون وليسبقن سابقون كانوا قصروا وليقصرن سباقون كانوا سبقوا والله ما كتمت وسمة ولا كذبت كذبة ما كتمت وسمة علامة من العلائم نقطة دالة واضحة والله ما كتمت وسمة ولا كذبت كذبة ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم وماذا بعد صفحة 214 إنه الحديث الثاني عشر بسنده بسند النعماني عن إمامنا الباخري صلوات الله وسلامه عليه لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين ما المراد من تمحيص الكحل في العين حينما يكحل الإنسان عينه أكان رجلاً أم كانت امرأة حينما يكحل الإنسان عينه فإن الكحل سيذهب شيئاً فشيئاً سيزول من عند نفسه أو بسبب الهواء بسبب حرارة الجو بسبب يد الإنسان حينما يفرك عينه مثلاً وآكذا فالإنسان حينما يضع الكحل سيزول شيئاً فشيئاً هذا هو الذي يقصده إمامنا الباقر لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين وإن صاحب العين يدري متى يقع الكحل في عينه لأنه هو الذي يضع الكحل في عينه ولا يعلم متى يخرج منها وكذلك يصبح الرجل من الشيعة على شريعة من أمرنا ويمسي وقد خرج منها ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها وكذلك يصبح الرجل على شريعة من أمرنا ويمسي وقد خرج منها ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها المشكلة هنا إنه الحديث الرابع عشر من صفات الشيعة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة بسنده بسند الصدوق عن أحمد ابن محمد الخزاز قال سمعت الرضا إنه إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليه سمعت الرضا يقول إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت له يا ابن رسول الله بماذا قال بموالاة أعدائنا ومعادات أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق وهذا ما يفعله بالضبط مراجع النجف خصوصا المرجع الأعلى وهذا ما تفعله الأحزاب الدينية الشيعية السياسية الأحاديث التي مرت علينا تحدثنا عن مراجع الضلال الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أو عن الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم هذا الحديث تمام الانطباق الواقع الذي نعيشه أدل دليل على هذا الذي تتحدث الأحاديث عنه إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت يتخذها يعتقد بها هو شيعي إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال هؤلاء ما هم القصابون ولا هم الخياطون ولا هم عمال النظافة ولا هم الأطباء في المستشفيات هؤلاء مراجع الدين والقادة السياسيون الذين لهم التأثير على أبناء المجتمع إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت له يا ابن رسول الله بماذا قال بموالاة أعدائنا ومعادات أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق هذا المضمون هو هو الذي يحدثنا به الكلين في الجزء الثامن من الكاف الشريف من الطبعة نفسها في الصفحة الثالثة بعد المائتين إنه الحديث الثاني والستون بعد الثلاثمائة بسنده بسند الكليني عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن ممن ينتحل هذا الأمر ينتحل يعتقد وهذا الأمر مودة أهل البيت إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذبوا وهذه هلام التوكيد أيضا ليكذبوا حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه إنهم هؤلاء المراجع الذين يكذبون بدرجة مئة وعشرين بالمئة يضيفونها إلى عشرة بالمئة من الصدق فهل يبقى شيء من الصدق فإن الشيطان لا يحتاج إلى أكاذيب المقاولين وإذا احتاج إليها فإنها حاجة على الحاشية الشيطان يحتاج إلى أكاذيب المراجع إلى أكاذيب علماء الدين الذين لا عندهم علم ولا عندهم دين عندهم أكاذيب إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى إن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه هذه هي المتاهة الشيعية في متاهة مظلمة كهذه لن تتضح الحقائق لن تتضح الحقائق وحينئذ فإن الذين يطلبون الحقائق في هذه المتاهة لن يصل إلى شيء ولذا سيعودون أدراجهم كي يقعوا في خاخ الشيطان وفي مصائد النواصب كي يقعوا في شباك ثقافة الجندر وغير الجندر هذا هو الذي يجري على أرض الواقع إنها المتاهة الشيعية التي لا نعرف أولها من آخرها هذه المتاهة التي سببها لنا المذهب الطوسي اللعين مراجع النجف وكربلاء بسبب هذا المذهب الضال وضعوا الشيعة في متاهة لا يعرفون أولها من آخرها نذهب إلى فاصل صار واضحا ما قصدته من ذكر للمتاهة الشيعية وكيف أن المتاهة الشيعية ستضيع الحقائق بسببها وهذا هو الذي جرى على الشيعة في سالف الأيام ولا زال يجري إلى هذه اللحظة فحينما ينظر إلى الأحاديث التي ذكرت في الرسالة النسائية التي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية لن يستطيع لن يستطيع أن يتعامل بشكل صحيح مع هذه الأحاديث لأنهم في متاهة وهذه المتاهة سببها الذين يقالوا لهم نواب صاحب الزمان هم نواب الشيطان ما هم بنواب صاحب الزمان الدليل منهجهم الضال الدليل عجزهم عن فهم حقائق دين العترة الدليل هروبهم من مواجهة الإشكالات الواضحة والصريحة في تلكم الأحاديث فحينما يتركز الظلم في المجتمع على النساء وهو واقع فعلا حينما يتركز الظلم في المجتمع على النساء وحينما تكون النصوص تؤيد هذا الظلم كيف نطالب الذين يشكلون هذه الإشكالات أن يتجاوز عنها من دون أن نضع النقاط على الحروف وليس هناك من حل إلا أن نتبع منهج العترة الطاهرة إنه منهج المعاريض منهج مرحلة التأويل قاعدة البيان المتحرك والنتائج الحقيقية يؤيدها القرآن هذا قرآن محمد وآل محمد سأأخذ منه أنثلة إنها الآيات المؤسسة لكنني سأعود إلى الموضوع بالتفصيل في حلقة يوم غد إنه إنه أريد أن أتم الكلام في هذا العنوان في عنوان رسالة النسائية مر الجزء الأول وهذا هو الجزء الثاني هذه آيات مؤسسة الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الحجرات آية مؤسسة يا أيها الناس الخطاب للناس والناس هذا العنوان يطلق بالتساوي بالتساوي في دلالته على الذكور والإناث فحينما يأتي الخطاب يا أيها الناس لا يقصد من الخطاب هذا الرجال لوحدهم ولا يقصد من هذا الخطاب النساء لوحدهم ولا يوجد تمييز بين الرجال والنساء في هذا الخطاب يا أيها الناس هذا الخطاب موجه بالتساوي ويصل بالتساوي ومقصده بالتساوي لكل الرجال وكل النساء فلا يوجد فارق في البين وإذا كان هناك من مدع يدعي أن فارقا في البين يوجد فعليه أن يثبت لنا هذا بالأدلة الواضحة يا أيها الناس خطاب للرجال والنساء على حد سواء إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فأنتم تخاطبون بمستوى واحد يا أيها الناس وخلقتكم بمستوى واحد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فأنتم بمستوى واحد ولا يوجد صنف ثالث في الناس بحسب قواعد الخلق الإلهي فالمخلوق الإنساني إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى وإذا ما شذ شاذ فهذا خارج عن المسار الأصل يا أيها الناس الخطاب للرجال والنساء على حد سواء إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لا يوجد صنف ثالث الذكور والإناث بمستوى واحد في مستوى الخطاب وهذا يعني أن المستوى العقلية واحد لو كان المستوى العقلي مختلفا بين الرجال والنساء لما توحد الخطاب الخطاب واحد موجه إلى جهة واحدة العقل الذي يخاطب بمنزلة واحدة إن كان عقلا ذكوريا أو كان عقلا أنثويا الآية هي التي تتحدث عن نفسها بنفسها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم أهم نقطة في الخلق العقل وهذا ما بيّنته سورة المؤمنون إذا أردنا أن نقرأ من الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها من الآيات حكاية خلق الإنسان الإنسان الكلام هنا عن الإنسان وليس عن الرجال أو عن النساء الإنسان عنوان للرجال والنساء على حد سواء وهناك من يقول من أن الإنسان مثنى حينما يفككون الكلمة لغوية من أن الإنسان مثنى المفرد إنس والمثنى إنسان لأن المجتمع البشرية يتكون من إنسين من إنس هو الرجل ومن إنس هو المرأة لا أريد أن أذهب بعيدا في هذا الاتجاه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين هذه النطفة التي يتكون منها الذكار أو تتكون منها الأنثى هي 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 تكوينا وخلقا وخصائصا ومنزلة هي هي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علاقة العلاقة هي قطعة الدم المتجمدة الدم المتجمد الدم المتخثر ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة إنها قطعة لحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما إلى هذه النقطة مسيرة خلق الحيوانات ومسيرة خلق الإنسان واحدة الحيوانات هكذا تخلق هنا يختلف الإنسان عن الحيوانات ثم أنشأناه خلقا آخر هذا الكلام ليس خاصا بالرجال وليس خاصا بالنساء هذا الكلام يتحدث عن الرجال والنساء على حد سوى فتبارك الله أحسن الخالقين فهذا التعبير فتبارك الله أحسن الخالقين يشير إلى الرجل وإلى المرأة على حد سوى فإذا كان المولود ذكران فتبارك الله أحسن الخالقين وإذا كان المولود أنثى فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون هل يوجد فارق بين الاثنين له في الدنيا ولا بعد الموت وله في القيامة هذه حكاية الإنسان إن كان ذكرا أو كان أنثى الحكاية واحد هل يوجد تمييز تفريق في حكاية الإنسان هذا تدبروا في الآيات ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ابحثوني عن مكان فيه إشارة لذكر أو أنثى ابحثوني عن مكان في هذه الآيات ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر هنا خلق عقل الإنسان خلق عند الذكر أو خلق عند الأنثى فتبارك الله أحسن الخالقين هذه المباركة على حد سواء بالنسبة للذكور أو بالنسبة للإناث فلا يوجد ذكر هنا للذكور ولا يوجد ذكر هنا للإناث فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين خلق أحسن الخلق أحسن الخلق الذكر أحسن الخلق الأنثى وهما على حد سواء الأهيات واضحة هذا هو منطق القرآن فما جاء في تلك الأحاديث كان انعكاسا لثقافة معينة لموقف سياسي معين لموقف اجتماعي معين هذا هو منطق القرآن قفوا عند هذه الآية فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين يخلق أحسن الخلق وهنا الآية تبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين وهذه المباركة جاءت بعد أن خلق العقل ثم أنشأناه خلقا آخر هنا تحول المخلوق الإنساني المخلوق البشري إلى أحسن الخلق بالقياس إلى الحيوانات بالقياس إلى النباتات بالقياس إلى الجمادات بالقياس إلى سائر المخلوقات الأخرى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم المسيرة مستمرة وأنتم يا معاشر الذكور والإناث مسيرتكم واحدة ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون أعود أعود إلى سورة الحجرات يا أيها الناس يا معاشر الذكور والإناث الخطاب موجه إليكم على حد سواء فعقولكم واحدة ولذا فإن الخطاب واحد أيضا لو كانت العقول متباينة لصار الخطاب متباينا أيضا يا أيها الناس إنا خلقناكم بتلك الطريقة التي بيّنتها آيات سورة المؤمنون إنا خلقناكم أحسن الخلق فتبارك الله أحسن الخالق ماذا خلق أحسن الخالق إنا خلقناكم من ذكر وأنثى على حد سواء وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارف هذا التعارف ليس خاصا بالذكور وليس خاصا بالإناث وإنما يكون التعارف حينما تكون الحقوق واحدة وحينما تكون الواجبات واحدة هناك تساون قد تختلف أشكال الوظائف هذا شيء آخر المرأة التي خلقت لأن تحمل في رحمها الجنين وظيفتها مع هذا الحال تختلف عن وظيفة الرجل الذي لم يخلق بهذه الهيئة خلق بهيئة معينة وهي خلقت بهيئة معينة تختلف الوظائف بسبب اختلاف الهيئات والقابليات والمواهب والإمكانات لا يوجد فارق في العقل ولا يوجد فارق في الخلق إذا كان هناك اختلاف في الذكاء فإن النساء فيما بينهن اختلاف وإن الرجال فيما بينهم اختلاف وفيما بين الرجال والنساء اختلاف قد تكون المرأة أذكى من الرجال ومن النساء وقد يكون الرجل أذكى من الرجال ومن النساء تقسيم الأرزاق هذا أمر عائد إلى حكمة الله إنما الحديث في هذه الآيات عن أصل الخلقة ومنزلتها وشؤونها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لا يوجد تمييز في الآية بين الذكور والإناث في الشعوب والقبائل لماذا لتعارفوا هذا التعارف لن يكون واحدا لن يكون متساويا ما لم تكن الحقوق متساوية ما لم تكن الواجبات متساوية وإلا لن يتحقق معنى التعارف لتعارف يكون التعارف بمستوى واحد فهذا التعبير لا يشير إلى أن التعارف يكون بعدة مستويات هناك المستويات العالية وهناك المستويات السافلة الدليل الآية نفسها حينما تقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا الكلام ليس خاصا بالرجال وليس خاصا بالنساء قد تكون المرأة أكرم عند الله من جميع كل الرجال والنساء أو قد يكون الرجل أكرم عند الله من جميع كل الرجال والنساء الآية لم تتحدث لا عن ذكور ولا عن إناث إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقد يكون الأكرم ذكرا وقد يكون الأكرم أنثى لأن الميزان لا علاقة له بالذكورية أو الأنوثة الميزان يرتبط بالتقوى والتقوى مردها إلى المعرفة والمعرفة مردها إلى العقل والعقل واحد عند الطرفين وإن وإن الخطاب يوجه إلى الذكور والإناث بصيغة واحدة ولا يوجد تمييز في البين ولا يستطيع أحد أن يقول من أن الآية تتحدث عن الرجال فقط أو أن الآية تتحدث عن النساء فقط أو أن الآية تحدثت عن الرجال والنساء لكنها ميزت بينهما في أي مكان في أي كلمة الآية تتحدث عن الرجال والنساء على حد سواء والتفضيل لا يرتبط لا بالرجال ولا بالنساء التفضيل هو هو بنفس الدرجة بنفس المستوى بنفس النسبة والانتساب إلى الرجال وإلى النساء في الوقت نفسه فقد يكون الأكرم ذكرا وقد يكون الأكرم أنثى القرآن نفسه ذكر لنا أمثلة القرآن ذكر لنا السيدة مريم وكانت صغيرة إلا أن منزلتها أعلى من منزلة زكريا لأن زكريا اتخذها أسوة سأعود إلى هذا الموضوع زكريا زكريا نبي اتخذ السيدة مريم وهي صغيرة اتخذها أسوة له فلا يوجد تشخيص في الآية لصنف من أصناف البشر الآية تحددت أن البشر صنفان يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَانْتَهَيْنَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا هذا التعارف في درجة واحدة ولا يكون التعارف في درجة واحدة إلا أن تكون الحقوق والواجبات في درجة واحدة ثم تأتي القاعدة النهائية إن أكرمكم عند الله أتقاكم هل هناك من ذكر لذكور لإناث في هذه القاعدة كما قلت لكم القرآن ضرب لنا مثلا السيدة مريم كانت أسوة لزكريا النبي القرآن حدثنا عن ذلك سأعود إلى هذا الموضوع في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى الوقت يجري سريعا ولا أستطيع أن أدخل في كل التفاصيل إن الله عليم خبير هذا التعبير في الآية إن الله عليم خبير هل جاء جزافا هل في القرآن شيء يأتي جزافا إن الله عليم خبير الحديث عن العلم هنا وليس عن العلم فقط وعن الخبرة أيضا عليم خبير فهذه الحقائق التي بيّنت في الآية ما ردها إلى علم الله ما ردها إلى العليم الخبير هذا هو العلم بعينه الآية تقول لنا من أنكم إذا أردتم العلم فإن العلم ها هنا تدبروا في الآية وانظروا في حقائقها يا أيها الناس يا أيها الذكور والإناث يا أيها الناس يا أيها الرجال والنساء على حد سواء إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا كي تكون حقوقكم وواجباتكم موحدة في هذه الحياة فإن التعارف وهذا لن يتحقق إلا بتحقق هذه المسألة ولا يوجد اختلاف في المنازل والمراتب إنما يكون الاختلاف بحسب هذه القاعدة ما تقدم في الآية التساوي يا أيها الناس هنا تساوي إنا خلقناكم من ذكر وأنثى هنا تساوي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هنا تساوي تساوي في التعارف التمييز أين إن أكرمكم عند الله أتقاكم التمييز هنا هل هذا التمييز يختص بالذكور أم أن التمييز يختص بالإناث هذا تمييز لا علاقة له لا بالذكور ولا بالإناث هذا التمييز على أساس التقوى والتقوى تتحقق في الإناث وتتحقق في الذكور فتكون الأنثى هي الأكرم حينما يتحقق معنى القاعدة فيها ويكون الذكر هو الأكرم حينما يتحقق معنى القاعدة فيه إن الله عليم خبير نذهب إلى فاصل في سورة الروم إنها الآية الحادية والعشرون بعد البسملة والتي بعدها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج حينما يكون التعبير هكذا أن خلق لكم من أنفسكم أزواج أين تمييز هذا التعبير هو وهو الذي ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله سأعود إلى تلكم الآيات لأنني سأعود إلى هذا الموضوع كي أبحثه مفصلا فمثل ما تحدث القرآن عن أن رسول الله هو من أنفسنا من أنفس المؤمنين فإن الحديث هنا في هذه الآية بنفس التعبير قطعا هناك فارق من جهة الحيثيات لكن الصياغة اللغوية الأدبية هي هي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج خلق لكم من أنفسكم أزواج هذه الآية هل تشير إلى اختلاف في المنزلة أو في الدرجة ما بين الرجال والنساء أم أن الآية تشير إلى أنهما من معدن واحد من عنصر واحد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذه المضامين هذه المضامين ترد في الآية لتسكنوا إليها هذا السكن وجعل بينكم مودة ورحمة هذه المودة وهذه الرحمة هذه المضامين التي وردت في هذه الآية هل تتحدث عن انتقاص للنساء؟ هل تتحدث عن توصية الرجال بإهانة النساء؟ هل تتحدث عن جوع وعري وهل يمكن أن يكون الجوع والعري جزء من السكينة هذه أو من المودة أو من الرحمة ولذا فإن تلك الأحاديث لها سياقها الزماني ولها سياقها الاستثنائي ككثير من الأحاديث في شتى الموضوعات المختلفة فإن الأئمة تحدثوا تارتان بلسان التقية وتارتان بلسان المدارات وتارتان بلسان التعليم وتارتان باللسان الذي يكون مناسبا للواقع الذي كانوا يعيشون فيه تدبروا في الآية وأطيلوا التدبر فيها ومن آياته القرآن هنا يذكر لنا آيات الله سبحانه وتعالى من آياته من دلائله من معجزاته من علاماته من بيناته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إنها منزلة واحدة لتسكنوا إليها هذا التعبير يشير إلى أن مستوى الإدراك عند الطرفين في حالة تساوين وإلا كيف سكن الزوج إلى الزوجة أو كيف سكنت الزوجة إلى الزوج هذا سكن متبادل فيما بين الإثنين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ثم ماذا تقول الآية إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون القوم الذين يتفكرون هم الذين سيدركون حقائق هذه الآية وحينما يدركون حقائق هذه الآية حينئذ يفهمون تلك الأحادي ويضعونها في موضعها المناسب آخر الآية بحاجة للوقوف طويلا عنده إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يتفكرون في التفاصيل التي تحدثت الآية عنها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته الآية التي بعدها ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين رجعنا إلى العلم أيضا إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم هذا الإختلاف في اللغات وهذا الإختلاف في الألوان هل هو اختلاف في المنازل أم هو اختلاف في مظاهر الخلق الاختلاف في مظاهر الخلق لا يعني أن منازل المخلوقات قد اختلفت فهل الذي بشرته بيضاء له منزلة أعلى من الذي بشرته سمراء وهل الذي بشرته سمراء له منزلة أعلى من الذي بشرته صفراء اختلاف الألوان واختلاف الألسنة اختلاف اللغات هذا ما رده إلى الاختلاف في مظاهر الخلق الاختلاف في مظاهر الخلق لا يجعل المخلوقات في مراتبها مختلفة الحال هو هو فيما بين الذكور والإناث هناك آيات قبل هاتين الآيتين وهناك آيات بعدهما الوقت لا يكفي أن أتناول كل تلك الآيات لكنني سأعود إلى هذا الموضوع سأعود إلى هذا الموضوع كي أدخل في التفاصيل التي ما ذكرتها لكم الآن هذه الآيات التي عرضتها لكم من سورة الحجرات ومن سورة المؤمنون ومن سورة الروم هذه هذه الآيات بمجموعها تشكل أسساً فكرية وعلمية واضحة للرؤية القرآنية للفكرة القرآنية فيما يرتبط بالعلاقة بين الذكور والإناث القاعدة الأصل إن أكرمكم عند الله أتقاكم بقية المضامين تفاصيل وتلك التفاصيل لا يترتب على أساسها أن المنازل وأن الدرجات مختلفة فهناك من هو العالي وهناك من هو السافل القاعدة الأساسية في المفاضلة بين الرجال بين النساء بين الرجال والنساء إن أكرمكم عند الله أتقاكم نذهب إلى فاصل تفاصيل ما جاء في الرسالة النسائية التي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية تفاصيل مضامين الروايات والأحاديث يمكننا أن نعرضها على منظومة آيات القرآن والتي سأبينها لكم في حلقة يوم غد وما بعدها ما تم ذكره في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة هو ما يرتبط مباشرة بموضوع الرسالة المذكورة برنامجنا كما تعلمون عن الجندر عنوانه حديث عن الجندر وما جاء في الرسالة يرتبط بهذا الموضوع من جهة من الجهات فلذا جعلت الحلقة الماضية والحلقة هذه بخصوص تلكم الرسالة وكان البيان إجماليا في الحلقتين معا لكننا بحاجة إلى موضوع يتناول هذا العنوان ماذا يقول القرآن للجندر نحن بحاجة إلى هذا العنوان مضمون هذا العنوان سيأتي بيانه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى نحن بحاجة أن نعرف ماذا يقول القرآن للجندر لثقافة الجندر لعلم الجندر لفلسفة الجندر لقوانين الجندر قولوا ما تشاءون أختم حديثي بهذه الرواية إنني أقرأ عليكم من الجزء الرابع من الكاف الشريف للكليني وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان الباب الحادي والأربعون باب سقي الماء في الصفحة الثامنة والخمسين الحديث السادس بسنده بسند الكليني عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أتمنى أن تنصتوا إلى هذه الرواية الجميلة إمامنا الباقر يقول إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرة الحرة التي تكون شديدة الحرارة وهذا التعبير في لغة العربي يشير إلى العطش إلى العطش الشديد فحينما يقال فلان كبده حرة هذا يعني أنه شديد العطش إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرة كيف تتم تتم هذه العملية بسقي العطشان ماء أن يسقى العطشان ماء كي تبرد كبده الحرة إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرة قد يستعمل هذا التعبير في بعض الأحيان للذي يكون ملهوفا لحاجة لأمر نحن والرواية إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرة ومن سق ومن سق كبدا حرة من بهيمة أو غيرها من بهيمة الحيوانات ومن سق كبدا حرة من بهيمة أو غيرها أظله الله يوم لا ظل إلا ظله هذه أخلاق الله وهذه أخلاق الإسلام وهذه أخلاق الدين وهذه أخلاق القرآن وهذه أخلاق محمد صلى الله عليه وآله القرآن حين يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله في سورة القلم في الآية الرابعة بعد البسملة وإنك وإنك يا رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم الله هو الذي يقول الله يصف خلق محمد بأنه خلق عظيم وهذه أخلاق الله هذه أخلاق الله التي يريد منا أن نتخلق بها سبحانه وتعالى أخلاق الله التي يتخلق بها محمد صلى الله عليه وآله أعظم من هذه ودين محمد يحمل أخلاق محمد تدبروا في هذه الكلمات هذه كلمات أبي جعفر الباقر يحدثنا عن الله إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحر ومن سقى كبدا حر سقاها ماء من بهيمة أو غيرها أظله الله يوم لا ظل إلا ظله هذه أخلاق الله هذه أخلاق دينه هذه أخلاق حبيبه محمد صلى الله عليه وآله هذه أخلاق العترة الطاهرة أين نضع تعذيب المرأة بالجوع والعري مع هذا الذوق ومع هذه الأخلاق تلك حالات استثنائية ذلك كلام صادر عن ثقافة في مقطع زماني معين كل المضامين التي مرت في تلك الأحاديث بل في الأحاديث المتبقية التي لم تذكرها الرسالة وهي أشد وأقصى ليست في السياق الأصيل لأخلاق الله السياق الأصيل لأخلاق الله هو هذا ومن سق كبدا حرا من بهيمة من بهيمة أو غيرها أظله الله يوم لا ظل إلا ظله هذا هو ديننا وهذا هو قرآننا الذي كنت أقرأ عليكم من آياته ما قرأت وكان ذلك على سبيل الأمثلة والنماذج تاج رؤوسنا هو هذا وإنك لعلى خلق عظيم هذا تاج رؤوسنا إنه محمد العظيم الأعظم 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 ودينه كذلك إذا كانت السقيفة بني ساعدة عبثت بدينه تلك مشكلة سقيفة بني ساعدة ومشكلة الذين يدينون بدينه إذا كانت السقيفة بني طوسي عبثت بدينه تلك مشكلة سقيفة بني طوسي ومشكلة الذين يدينون بدينه إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة فابحثوا عن دين العترة الطاهرة ومثلما بينت لكم في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة أكرر كلامي من أن الأحاديث هذه وأمثالها في سائر الموضوعات الأخرى في مختلف الموضوعات إذا أردنا أن نفهمها بشكل صحيح علينا أن نطبق البرنامج الذي حدثتكم عنه أن نعتمد نظام المعارض وأن يكون البناء العقائدي على أن مرحلة التنزيل قد نسخت نسختها مرحلة التأويل منذ بيعة الغدير ومن أن مرحلة التأويل تدريجية في البيان ولذا فإن البيان متحرك بالضبط مثلما يحدثنا أئمتنا عن قرآنهم من أنه يجري مجرى الليل والنهار النهار على مقاطع حينما يبدأ النهار بطلوع الشمس الشمس تكون ضعيفة ثم تشتد شيئا فشيئا إلى وقت الزوال وبعد ذلك تبدأ بالضعف إلى وقت الأصيل إلى الغروب الليل كذلك يبدأ بظلمة خفيفة وشيئا فشيئا يشتد الظلام ثم يأتي الفجر وهكذا فالظلام على درجات ظلام الليل والنور نور النهار على درجات ومجرى الشمس والقمار الشمس كذلك تشرق وتغيب وما بين المشرق والمغيب تشتد درجة ضيائها وتنخفض والقمر كذلك حينما يتنقل في منازله فيبدأ هلالا وشيئا فشيئا حتى يكون بدرا ثم يبدأ بالتناقص القرآن يجري مجرى الليل والنهار مجرى الشمس والقمار آفاقه عديدة منازله كثيرة ظواهره متعددة بواطنه عميقة هذا هو منهج العترة في فهم قرآنها والأمر هو هو يتعلق بالأحاديث والروايات فإذا أردنا أن ندرك الحقائق علينا أن نتمسك بمنهج الحقائق ومنهج الحقائق هو منهج العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها في هذه المؤسسة في مؤسسة القمر للثقافة والإعلام علينا على أنفسنا أن نقدم لطالبي الحقيقة ما نستطيع أن نقدمه من حقائق دين العترة وحقائق ثقافة العترة وحقائق معارف العترة قطعاً مع قصورنا وتقصيرنا وقت الحلقة انتهى نلتقي غداً إن شاء الله تعالى في عنوان جديد أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله ترجمة نانسي قنقر